عقد وزير البترول والثورة المعدنية طالق الملة جلسة مباحثات ثنائية مع جون أردل نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالية في حقول البحر المتوسط في منطقة شمال مراقيا بالبحرية بالشراكة مع قطر انرجي والمنطقتين كيرو ومصر البحريتين والتي تم إسنادهم للشركة حديثا والجهود اللازمة للإصراع في بدء العمل بالمنطقتين